طيب أستاذ محمد صابر محرر الشؤون المرورية بالإزاع المصرية معنا عشان نتطمن منه على حالة المرور وكمان على التطورات الجديدة الخاصة بالطرق الدقيقة ده بيساهم أستاذ محمد في سير العملية المرورية والحركة المرورية منتهى اليسر وده طبعا بيسهل على المواطنين وصباح الخير أولا على الخير أستاذ أسراء يوم طيب لحضرتك ويوم طيب لأستاذ المشاهدين معنا أهلا صابح النور أستاذ محمد كان سؤالي لحضرتك قديه فعلا أن الطرق الجديدة وشبكة الطرق الكباري بتساهم في سهولة ويسر ومرونة الحركة المرورية وبتساعد كمان المواطنين على تسهيل الحركة طول اليوم يمكن بالفعل طبعا إذا ما حضرتك تفضلتي وأشارت النقطة مهمة جدا أستاذ أسراء يمكن بالفعل أن شبكة الطرق الجديدة اللي تم تطويرها لأحدث التدريات العلمية وأحدث المساليب دي خفضت كتير جدا جدا زمن الرحلات وقامت به تقليل زمن الرحلات وخصصا أيضا في خلال قدرتين الزروة الصباحية والزروة المسائية وممكننا لمسنا كل هذه الطرق تحديدا سواء طرق على قطاعات الطرق الدائرية أو الطرق المؤدية المداخل ومكارج القهيرة الكبرى أو سواء طرق دائرية أو طرق سريعة أو طرق داخل المدن كمدينة القهيرة أو كمحافظة القهيرة محور شرق القهيرة بعد أن تم تطويره وزمن الرحلات في تستخرج مناطق مصر الجديدة لمدينة ناصر في حصول ثلاث دقائق من ثلاث لأربع دقائق يمكن فيه شبكة طرق محورية على مستوى القهيرة الكبرى لتسهيلا على أستاذ المواطنين خلال هذه الفترة والفترة القادمة يمكن طبعا ده بيكفع عجلة التنمية للأمام يمكن طبعا عايز أقول لحضرتك برضو بالنسبة لها النهاردة للحركة المرية معدلات السير بسطة عامة كتبتبقى فترة الزروة الصباحية كتبتبقى أعلى من معدلاتها النهاردة فترة الزروة الصباحية بعد تطوير شبكة الطرق بالكامل أصبحت فيه انخفاض في معدلات السير بسطة عامة نتيجة تسهيلات هذه الطرق على أستاذ المواطنين أصبحت يمكن وانا بكلمك النهاردة أستاذ أتراح معدلات السير بسطة عامة النهاردة يمكن بتتجاوز ما بين الـ 55% لـ 60% كافة محافظات الوجه للبحر جمعها معرض الحركة المرية فيها مرضية تماما وكذلك الطرق السحلية والطرق السريعة وأيضا محافظات الوجه القبلي والطرق المؤدية إليها أما بالنسبة لقطاعات الطرق الدائرية حاولين برضو نذكر أستاذا للمشاهدين أن عندنا أعمال تطوير قطاعات الطرق الدائرية وبالتالي فترة الزروة الصباحية لها طابع خاصة نقل الحركة المرية في خطة موضوعة من قبل إدارة العامة للمرور بإشراف أستاذ اللواء محمود عبد الرازي مساعد أول وزير مدد إدارة العامة للمرور اللي واجه بنشر الخدمات المرية أثناء قطرة الأعمال ووضع العلامات الأرشادية أمام قائدي السيرات من أهم هذه الأماكن اللي بتشعر بعض الأعمال هي أعلى منطقة القنيسة وكذلك أعلى منطقة البساتين وأعلى منطقة البسوس وأيضا بعض الأعمال المتفرقة على قطاعات الطرق الدائرية اللي وشك الانتهاء منها خلال قطرة القادمة إن شاء الله تأثيرا على أستاذ المواطنين حابين بردو نطمن أستاذ المشاهدين إن عندنا بالنسبة لمحور 26 يولو الأحجام النهاردة بتنحطر أقل من معدلاتها أعلى منطقة نهية اللي جاي من مناطق مدينة 6 أكتوبر والشغزية دولاد العالمدال لبنان ما بنصحش التغيير أي مصارات نتيجة على وشك انتهاء فترة الزورة الصباحية محافظة الجيزة كافة المحاور الداخلية فيها النهاردة يمكن ما زالت بتعمل بشكل مردي وهي شكل طبيعي وانتشار الخدامات المرية من قبل الإدارة العامة لمرور الجيزة بشرف سيد لواء محمد عامر مدير إدارة العامة لمرور الجيزة اللي وجه بنصح الخدامات المرية على المناطق الحدودية بين محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة لإستعاد أكبر قدر حركة تغييرات خلال فترة الزورة الصباحية لتصتيف أي كسافات متوقعة حتى تنتهي فترة الزورة الصباحية أما بالنسبة ليه محافظة القاهرة بعض الأحجام اللي ظهرت عندنا النهاردة أعلى قبر أكتوبر أعلى منطقة الوصلة المعلقة للي خارج من مناطق مدينة ناصر ومصر الجديدة ومتاجئ لمناطق وسط المدينة ممكن ناخد النهاردة قبر أكتوبر نطلعه من غمرأ أو ناخد النهاردة نفق لازهر بيعمل بشكل مردي وشكل طبيعي على قبر الحدايق بعض الأحجام اللي جاي من سكة الوالي والزاوية الحمرة الآن ونازل على مناطق الفنجاري ومدينة ناصر ممكن نفضل مسطح الارضي شارع مصر والسودان بعض الاحجام ايضا في محور شزكي تنتيجة ان في انشاء كبرى سيارات تلاتجاه القادم من مناطق الحرفيين ومتجه لكلية الحربية وايضا متجه لمحور طلاح تالم وبنذكر السادة المستمعين برضو السادة المشاهدين عفوا ان عندنا في اعمال تطوير في منطقة شارع افريقيا مع شارع الطيران وانشاء كبرى في هذه المنطقة تحديدا بيفضل سلوك محور المصر او زاكر حسين او احمد الزمر افضل حالا باقي الكباري اللي تنقل الحركة المرية ما بين القادرة والجيزة جميعا مهاردة بتعمل بشكل مردي وشكل طبيعي وكافة المحور الحركة المرية فيها مردية تمام استاذ محمد كلمني على توجه الدولة لتغيير السيارات من استهلاك البنزين الى الغاز يعني الناس بتبقى الان تقولك طب ده هيتم ازاي طب ده هيتم تطبيقه امتى يعني يتكلمنا عن الموضوع ده امكان احنا فيه منظومة بتعمل على قدم الوصف وذلك للتطوير ان كنتم حاركت عارفة التطوير ده هيساهم ايضا في الحد من التلوث البيئي هيساهم ايضا فيه عملية الاحلال والتجديد اللي هيتم خلال الفترات المجدلة ان شاء الله وده دوت يأتي فيه اولا الهدف منه هو الحد من التلوث ثانيا عملية التطوير دي بتتم بمنظومة الية بيبقى لها تركيبات من قبل جهات مشتركة في الحكومة عايز اقول لحضراتك ان بيتم الاستعاب السيارات دي او بيتم تطوير وحدات الترخيص الان على كافة محاور الجمهورية لاستعاب هذه السيارات اثناء عملية التطوير والاحلال يمكن برضو هنتكلم النهاردة برضو هنتعودين برضو نتكلم محارك وزارة السراء على عملية التطوير جماع حضرتك بيتبريزي اعمال التطوير يمكن النهاردة خلينا برضو نتكلم على وحدات الترخيص وان اللي بيتم فيها وان اللي التطويرات اللي بيتم فيها النهاردة بنتكلم على وحدة ترخيص التجمعات خامس دي باشراف سادة المقدم محمد ماهر دي في اطار منظومة وزارة الداخلية للعمل على تطوير الاداء المروري والارتقاء بالأداء الأمني لتصديم الخدمات الجمهورية وتوفير كافة التسهيلات لإستاذ المواطنين وبناء على توجهات سيد محمود توفيق وزير الداخلية يمكن حرصت قدرية أمن القاهرة على إشراف إستاذ اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير لتطاعة أمن القاهرة على توسيط الإجراءات لإستاذ المواطنين وحصولهم أيضا على خدمة في أسرع وقت ووجه إستاذ مدير أمن القاهرة بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع إستاذ المواطنين واحدة مرور التجمع والخامس دي تعتبر من 34 واحدة مرور ترخيص على مستوى القاهرة بتشمل عشر شبابيك تعمل بنظام التركيب الآلي لتصديم الخدمات الجمهورية لإستاذ المواطنين تم تخصيص شباب ومكان خاص لكبار السن والإحتياجات الخاصة ويوجد بداخل هذه الوحدة نيابة لاستقراج شهادات المخالفات وتشمل هذه الوحدة تحديدا على استخراج رخص القيادة وتمديد رخص القيادة لسكان مناطق مدينة نصر ومناطق النزهة ومناطق الشرطون ومناطق مدينة نصر أول وتالي ومناطق التجمع تم تخصيص أو تحديدا بيتم يوميا العمل فيها من الساعة ثمانية صباحا وحتى الخامسة مساء وتوجد ساحة متصورة لاختبار الاقترادات ولوحة مستحدثة لاختبار الإشارات والعلامات الضوئية وتم تخصيص مكان مخصص ليزو اللي احتاجاتها مخصص والكبار السن حابين برضو نوضح نقطة مهمة جدا من خلال حالة الأستراء انه في طوح توجهات الدولة تحديدا لوضع الوقائي خلال هذه الفترة سيد العميد شخالد شوقي مساعد مدير مرور القهرة لشؤون الترخيص بيقوم بعمل جولة تفاصلية يوميا لاستخراج هذه أو تحديدا لتضليق هذه الإجراءات على كافة الوحدات من كمامات لاستاذ المواطنين ارتباءهم كمامات أثناء تعملهم مع الموظفين المرور وأيضا لتضليق كافة الإجراءات الاحترازية هاي لأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التغطية الشاملة أستاذ محمد صابر محرر أشؤون المرورية بالإزاعة المصرية شكرا جزيلا لك